معي الاستاذ احمد من الاقصر. يا انا استاذ حضرتك يا فندم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله عاود توضيح حضرتك الدين الاسلامي وسط بالوطن. اه طبعا. طبعا. تمام ياريت تحترم الوطن بتاعنا وتوضح لنا حضرتك الناس ازاي تحترم الوطن بتاعها وتحترم مصر وتراب مصر. كل اللي تغرب وصافر وتغرب ورجع الوطن وباست رب. شكرا. شكرا لحضرتك شكرا لحضرتك سيد احمد. خلينا بس نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا فلسفة ان احنا نغرس الوطن في انفسنا. ونجعل الوطن في انفسنا ده عبادة. نجعل تعلقنا بالوطن ده عبادة. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو لان اهلك اخرجوني ما خرجت. ولما حضرت النبي صلى الله عليه وسلم يعود الى مكة يحسن الى اهل مكة. لانه من اهل من اهل وطنه. حضرت النبي صلى الله عليه وسلم وخاصة احنا بقى نكلم على وطن زي مصر. مصر التي ذكرت في القرآن صراحة واشارة. ذكرت في القرآن لدرجة ان كثير من المفسرين بيقولوا في قوله تعالى. بيقولوا احد التفسيرات في قوله تعالى. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الامين. قالوا هذا البلد الامين احد التفسيرات هي مصر. فمصر هذه حياة خاصة. مصر هي الارض الذي تجلى الله سبحانه تعالى عليها. مصر صحة رواية ان حضرت النبي صلى الله عليه وسلم مرة على مصر. وهو في ليلة الاسرائي والمهرات. مصر احنا لازم نفهم ان رسول الله صلى الله وسلم وصى باهلها. فاذا كان الوطن ليه طعم مع كل الاوطان فطعمه مختلف مع مصر. طعمه مختلف لانه فيه وسيط حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فيه السهر المصاهرة اللي صاهر فيها المصريون رسول الله سلم ابن ابن ابراهيم اللي ولد جه من ماريا المصرية. فمصر لها مكانة خاصة عند رسول الله. ومصر لها مكانة خاصة في القرآن الكريم. فاحنا لما منتكلم عن مصر ما نتكلمش عن مصر بالشوفونية. احنا منتكلم عن مصر بيه حق. نتكلم عن مصر بيه حب. نتكلم عن مصر وفيها نهر يجري من الجنة. نتكلم عن مصر وهي ارض مباركة. نتكلم عن مصر وهي ارض الصالحين. ونتكلم عن مصر وهي ارض نزل بيها الانبياء. نتكلم عن مصر وهي بلد مليئة بالبركة والنور أنا بشوف دايما بقول لهم أنتوا ليه بتستغربوا في بعض الأحيان أن أنتوا تشوفوا بعض السمات عند المصريين زي الطيابة وزي النور إذا كانت البلد دي مليانة مدد ومليانة بركة أهلها من غير ما يدروا يسميها يا سيدي بالتأثير الديني الجيني في جينات دينية في المصريين كده بتخليهم ناس طيبة بتخليهم ناس منورة شئنة أو أبينا العالم كله بيتغير بس تفضل مصر فيها طيبة تفضل مصر فيها أنوار نبوة تفضل مصر فيها أنوار ولاية كفاية أن المصريين من شدة حبهم بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم فرحوا بقال البيت فتعتلهم السيدة زينب لما قاوى السيدة زينب وهي جاءت برأي السيدنا الحسين إلى مصر مصر دي عجب مصر دي أنوال وثقفات وبركة ونور إزاي بلد زي دي إحنا ما ندوبش فيها إزاي بلد زي دي لما نرجع لها ما نرجع لها وإحنا مشتقين إليها إحنا منتبع سنة رسول الله وبنحب مصر منتبع وسيط رسول الله وبنحب مصر منتبع كمان تكريم الله سبحانه وتعالى لأرض مصر وتجليه عليها فعشان كده بنحب مصر إلا عايز بقى يتكلم عن أي معنى تاني أنا بتكلم عن المعاني المنورة معاني البركة معاني المدد معاني الفضل اللي ربنا فضل به مصر وعنفضل نحب مصر بهذه المعاني واللي عنده رأي تاني إحنا نفضل برضو نحب مصر ونفضل ندعي له إنه يعرف قيمة مصر وما يعرفش قيمة مصر غير لما يشوف هذا النور اللي في عقول المصريين اللي جاي من لمسة نور لمسوها من ذلك الجو المعبأ بجمال وأنوار النبوة والولاية والبركة والنور فيها حاجة مليانة بنور مصر مش فيها حاجة حيلة بس فيها حاجة منورة فيها حاجة موصولة بالله سبحانه وتعالى فيها حاجة كريمة وعشان كده لازم نكرم أهله ونازم نفضل إحنا بالنور والبركة دي في مصر مصر في الحقيقة مش بس مصر الحضارة مصر الحضارة مصر الديانة مصر المحبة مصر الرباط وإن شاء الله أهلها على الدوام يكونوا في الرباط زي ما دعا لهم حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وذي ما بشر حضرة النبي يا رب اجعلنا على الدوام وإن كنا متنوعين وإن كنا مختلفين وإن كنا كمان ممكن نكون بينا كلام ونقاش وبينا حوار وبينا ثقافة مختلفة لكن نفضل دايما في الرباط ومتمسكين بحبل الرسول الله صلى الله عليه وسلم اللي مدوا لأهل مصر وهو في الحقيقة الرباط اللي ربنا سبحانه وتعالى جمع بيه قلوب أهل مصر يا رب بارك لنا ونورنا واجعل كل الألوان من الاختلافات والثقافات اللي موجودة في مصر حبل متين يجعلنا في رباط في رباط من الثقافة ورباط من المصلحة ورباط من الكرم ورباط من التنمية بنورك ومددك يا كريم يا ودود يا رب العالمين